صباح الخير كيفكم شو الأخبار؟ يارب تكونوا بخير عم احكي عن الفطر الأبيض هلا عادة بالقصص دايما كانوا يحطوا منظر الفطر بيتحاموا في الأقزام الأقزام السبعة وبيعملوا بيت داخل الفطر ويتحاموا في الحشرات وبتنام تحته تحت المطر يعني منشان تتخبه من المطر عادة الفطر ألوانه الزاهية هو بيكون سام الألوان الثاني هو ما بيكون سام مثل أي شيء بيجذب هون من الفطر فيه ألوان كثيرة وألوان كثير مبهجة ولكن بتكون سام بالطيور الطيور الذكور بيكون لها ألوان زاهية وش أشكال أحلى من الإناص يعني كمان سامين مثل الفطر السام شو فوائد الفطر هاد عم نحكي عن الفطر شو فوائده الفطر كنز من المواد الغذائية والمعادن المهمة لصحة الإنسان مثل كالسيوم، السوديوم، المغنيزيوم البوتاسيوم، الحديد، اليود والنحاس تجدر الإشارة إلى أن الفطر يعد من مصادر الحصول على البنسلين المضاد الحيوي المعروف بتأثيراته المضادة للعوامل الجرسومية البكتيريا، كما أنه غني جدا بالبروتين القريب من بروتين اللحم، تقريبا هو الأقرب بالنسبة بالنباتات البروتينات النباتية القريب من تركيب اللحم موجود بالبقول ولكن تحتوي على أماينو أساس أحماض أمينية لا تساهم أمينية ثانوية لا تساهم في بناء خلايا الجسم تتعدد فوائد الفطر كونه يحتوي على مضادات الأكساد القوية ومصدر لمعدن السلينيوم ومثل ما قلنا النحاس في أنتي أكسيدان كثير له دور السلينيوم في تعزيز المناع والوقاية من الالتهابات وتعزيز عمل الكبد في تنظيف الجسم من السموم وفطر غني بالبوتاسيوم المهم جدا في الحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والضروري أيضا بالنسبة للحفاظ على الضغط يعتبر مصدر الكالسيوم وفايتاميندال ويدخل في تركيب العظام والأسنان خالد من الدهون قليل السعرات الحرارية مصدر الألياف التي تلعب دورا في تنزيل الوزن يجب أن ننتبه قليل السعرات الحرارية قليل السعرات الحرارية لا نقول أنه يحرق ولكن عندما تأخذ مادة قليل السعرات الحرارية جسمك سيعمل ويحرق الموجود لا يأخذ من الكالوريز الموجودة مثل ما قلنا غنيب الحديد الوقائي من فقر الدم وقلنا فقر الدم بساعدهم في كثير من أو بساعد بعلاجه أو تغذي لنقول لحم كبدة بيض حبوب بقول الخضار الورقي الخضراء وإضافة إلى الفطر يحتوي على فيتامين بي المفيد للشعر والبشرة مثالي لمرضى السكري وأفضل طريقة لتناوله هي نيئ وطازج على السلد أو الشو حتى كان الفيديو إن أعجبكم الفيديو عملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس كان معكم دكتور بازة ترجمة نانسي قنقر